يقول إذا توفرت الإرادة يتحقق المستحيل مثل ينطبق على محسنين من ولاية باتنا تمكنوا من تشييد مسجد يتسع لألف وخمسمائة مصلي وأملهم الوحيد من السلطات المعنية هو تعجيل الإجراءات الإدارية لسماح لهم بمباشرة الصلاة في هذا المسجد سعيد حريك تمكن محسنون من مدينة باتنا من إنجاز مسجد عبد الله بن رواحة في حي الصادق شبشوب بمنطقة كشيدة مسجد يتسع لألف وخمسمائة مصلي يحتوي على كل المرافق حتى منها مسكن للإمام مجهز بكل الضروريات مجد واجد وقائم كلش طاب بتاعه المرافق كل شي واجد عدنا الولاد وين يقرأوا عدنا مدرسة عدنا الدوش عدنا مدرسة قرآنية موجودة ورغم انتهاء أشغال الإنجاز بنسبة مئة في المئة إلا أن الجهات الوصية لم تمنح بعد رخصة الشروع في إقامة الصلاة بهذا المسجد ما دفع بسكان منطقة كشيدة عموما إلى منشدات الجهات الوصية التدخل في هذا الشأن الأمور الإدارية للوثائق راهي في التسوية ولكن احنا أقل شي حاجة أقل حاجة نطالب بفتح المجدد للصلاوات الخمس احنا نناشد ونطالب من السلطات الولائية وإي رجل واقفل هذا البلد يحلنا هذا اللي بيتها لنا أريد أن نصليه وبرك ما أريد أن نوله هو إذا المسجد عبد الله بن رواحة كان قبل سنوات من الآن حلما فأصبح اليوم حقيقة بفضل الله وجهود المحسنين